لا يزال مليار فرد يفتقرون للكهرباء وثلاثة مليارات لا يستطيعون الوصول إلى وقود نظيف لاحتياجاتهم المنزلية وتأتي الحاجة إلى تبني السياسات الناجحة والمستدامة التي تدعم بدورها توفير طاقة ميسورة التكلفة وغير منقطعة تلبية لحاجات دول العالم النامية هذا الاجتماع بالغ الأهمية لأنه يشكل لحظة مهمة في حكمة الوكالة إذ يتيح للدول الأعضاء منقشة سبل المضي قدما في عمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة كما تنبع أهميته أيضا من واقع أنه ينعقد فيما العالم يشهد أزمات معقدة ومتعددة منها الأزمة الصحية المستمرة والأزمة الأوكرانية وارتفاء أسعار المواد الغذائية فضلا على أزمة الطاقة وتدخل الاجتماعات الحالية لأيرينا في مراحلها الحاسمة خاصة مع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف كوب 27 في مصر والتي تستدعي من جميع البلدان اتخاذ خيارات مهمة عن مستقبل قطاع الاقتصاد بما يصب في مصلحة أجيال المستقبل من أهم المواضيع ان شاء الله ستتناقش اليوم طبعا عروض تقرير أيرينا عن أداءها في العام الماضي واستراتيجيات أيرينا القادمة سواء الاستراتيجية البعيدة المدى ومتوسطة المدى مدى استعداداتهم لاجتماعات كوب ويأتي دور مجلس أيرينا هنا في تعزيز التعاون والعمل المشترك على العناصر الرئيسية من تحول نظام الطاقة العالمي والسعي لترجمة التزامها إلى خطوات عملية لتحقيق الأهداف المناخية وإبقاء العالم على مسار الأمن المناخي المتمثل في الحد من ازدياد درجات الحرارة بحلول عام 2050 في خطوة للحد من تغير المناخ ومواكبة للتوجه العالمي نحو تبني البدائل المستدامة سيتم حضر استخدام الأكياس البلاستيكية في مدينة أبوظبي اعتبارا من 1 يونيو لهذا العام والتشجيع على استخدام البدائل المستدامة والمنتجات القابلة لإعادة التدوير هبا الصقري لمركز أخبار قنوات أبوظبي أبوظبي